اشتركوا في القناة قد يصل قوامها لعشرة آلاف جندي في دول البلطيق وأوروبا الشرقية وأن كبار المسؤولين في البنتاجون قدموا للرئيس خيارات من شأنها نشر معدات عسكرية أمريكية على أعتاب التراب الروسي أولا كنا واضحين جدا إذا كان هناك أي عدوان روسي أو إرسال قوات إلى أوكرانيا فسيكون هناك رد سريع وشديد وسيكون ردا موحدا على الصعيد السياسي يبدو أن واشنطن ولندن تتهيئان بشكل فعلي لسيناريو الحرب إذ بدأت الأخيرة سحب موظفي سفاراتها في كييف فيما طالبت واشنطن عائلات دبلوماسيها بمغادرة أوكرانيا وتركت الخيار للدبلوماسيين أنفسهم في مرافقة عائلاتهم أو البقاء على رأس وظائفهم تحركات سبقتها حرب تصريحات بين لندن التي اتهمت روسيا بالسعي إلى تنصيب زعيم موال لها كرئيس جديد لأوكرانيا وموسكو التي نفت صحة ما قالت إنه هراء وتضليل إعلامي يمثل دليلا جديدا على سعي دول الناتو لتصعيد حدة التوتر بين الطرفين محللون يرون في الخطوات الأخيرة لواشنطن وحلفائها تحولا في استراتيجية بايدن وإدارته في التعاطي مع التصعيد الروسي وتهديدات بوتين المتزايدة وتخليا عن الموقف المنضبط الذي كان فيما سبق نهجا أمريكيا وحيدا اشتركوا في القناة